موسيقى بالفعل البرح كانت حادث أليم عشناه كمنتخبين وعشناه كبيدويين لأنه ما نبغد تشوي على الأدى أنه يتآدى بهذا الحوادث نسأل الله اللطف دياله في هذا العشر أي المباركة دلدو الحجة الأخذيالنا بريجة كان در حادث البرح بعدما كنا في واحد اللجنة دياله كانت ترأسها هو اللجنة المرافق وكان عنده واحد اجتماع مهم في الجهة في إطار هذه البرامج المقدمة ديال مجموعة من القضايا الساكينة البيضوية للأسف تعرضة واحد الحديث بعض المنابر سامحها الله خرجت بواحد مجموعة من المغالطات الحمد لله من بردي لكم أنفاس يعني خرجوا يعني يعطى المعلومات الحقيقية دياله الحادث هو أي واحد فينا يقدر يدير أكسيدون وهذا تدار يوميا غير مني تكون بعض الناس اللي تكونوا يعني تبارك الله عندهم واحد الإشعاع في التدبير المحلي اللي تتعرضو المجموعة ديال الهاجمات اللي هي شريسة الأخ بريجا في المستشفى الجامعي ابن رشد في الجناح سبعتاش يتمثل الشيفاء تعرض المجموعة من الردود على مستوى يعني الجهاز العظمي دياله وغيشوف ليومات خماطو كان تعرض أو تاني أنه عنده أمراض مزمينة كان عنده ارتفاع كبير البالح ديال الدغط الدموي وديال السكري وتيحاولو يدبطو له هاد المرضين شافه الله الشاب كذلك الذي تعرض هذا الحاديث اللي تنتمنو له من هذا المنبر الشفاء العاجل ويرجع الأهل وداويه يعني في صحات جيدة راه توان انتقل إداد المصحات الخاصة بمدينة الضربدة وعلى ما سمعنا اليوم أن الحمد لله الصحة دياله في تحسن وتشيء اللي بغينا إن شاء الله الحمد لله أن تخرج هذه الأزمة يعني بنتائج الحمد لله تكون تحافظ على الصحة ديال الشاب وتحافظ على الصحة ديال أخ ديالنا بريجا حشومة على بعض المنابر التي محصوبة على الإعلام المغربي علما أن مجموعة من المنابر تبارك الله نازيها وتتنقل الخبر كما هو بجميع حيتياته لكن للأسفات ولكن نعود أن تشكر المنبر ديالأنفاس اللي واكب هذا الحدث واكبه بصورته الحقيقية وبمعطياته المضبوطة اشتركوا في القناة